وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وقال وزير المالية محمد معيد في الاجتماع أن معدل النمو المستهدف في مشروع الموازنة الجديدة بلغ أكثر من أربعة في المئة في ضوء تقديرات وزارة التخطيط وثمية الاتصابية مرجحا أن يصل الفائد الأولي إلى أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي وأضاف معيد أن مشروع الموازنة قدر معدل تضخم عند 16% ونمو الإرادات العامة بنسبة 38% والإرادات الضريبية بنسبة 28% نتيجة التوسع في القاعدة الضريبية وأشار معيد إلى أن المشروع قدر نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية بنسبة وصلت إلى 28% متضمنة زيادة في دعم السلع التموينية بنسبة 20% ودعم المواد البترولية بنسبة 24% والتأمين الصحي والأدوية بنسبة 50% ومعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 24% وينضم إلينا من قاهرة الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي أهلا بك معايا دكتور كريم خلينا نبدأ بشكل عام يعني قراءتك لمشروع الموازنة اللي أعلن عنه رئيس مجلس رئاسة مجلس الوزراء يعني طبعا إحنا يعني بنطفق على أن الموازنة العامة المصرية دي دايما بنقول عليها هم وصيقة مالية بتترحى الحكومة طبعا هي اللي بتوضح الخطة خطة الإنفاق اللي هتقوم بيها الدولة وهتقوم بيها الحكومة لمدة عام قادم ولكن برضو نحن يعني يجب أن نسكر أنه هو مشروع مقترح يعني هو مشروع مقترح بتقترح الحكومة نسبة الإنفاق وتتوقع الإرادات والمصرفات للعام القادم وبالتالي بناء عليك تبتدي تضع مخصصات ولكن طبعا يمكن الجديد في تلك الموازنة أنه هيكون في زيادة في الأجور هيكون في زيادة في باب الدعم طبعا دي كل الزيادات دي بتمثل يعني زيادة في إنفاقات آآ آآ زيادة الإنفاق أو زيادة بند المصرفات في الموازنة لأنه طبعا احنا كمان نعلم أن الموازنة السابقة موازنة 22-23 كان الإرادات كانت 1500 مليار المصرفات كانت 2000 مليار تقريبا وبالتالي كانت الموازنة السابقة أو الموازنة الحالية اللي احنا يعني شغالين عليها الآن 22-23 كان فيها عقز نقضي أكتر آآ آآ لم تنتهي بعد اللي هتنتهي في شهر 6 إن شاء الله كان فيها عقز نقضي أكتر من 500 مليار جنيه مصري وطبعا يعني كما هو معلوم أن كل موازنة دائما يقال عليها أنها أكبر موازنة في تاريخ مصر لأن طبعا الإنفاق بتزيد والإرادات بتزيد وبالتالي دائما وأبدا هنلاقي أن حجم الموازنة هيكون في زيادة مستمرة نتيجة زيادة بند المصرفات سواء أجور أو دعم وخلافه لأن دي أول استثمارات الحكومية لأن طبعا دائما تلك الأبواب بيكون فيها زيادة مستمرة لكن دكتور كريم يعني من الملاحظ في الأرقام اللي ذكرها مجلس الوزراء في هذه الموازنة تحديدا اللي هي أرقام متفائلة إلى حد كبير هالمتفق مع كده ولا هي أرقام يمكن تحقيقها في الفعل في العمل المالي الجديد يعني طبعا أنا زي ما قلت أنه هو يبقى مشروع مقترح ولكن طبعا بطب فيه ضروريات يجب أن يتم مراعاتها في الموازنة العامة يجب أن تستهدف أو ترضي الجزء الأكبر من المواطنين المصريين ويمكن إحنا هنا شفنا أن وزير المالية تحدث أن فيه زيادة هتكون فيه بند الدعم بند الدعم لازم وبالفعل لازم يكون فيه زيادة نتيجة الارتفاع الكبير اللي حدث فيه الأسعار فطبعا أنت علشان تحافظ على معدل الدعم تقريبا لازم تزود الإنفاق على سبيل المثال كان باب الدعم في الموازنة الحالية كان 356 مليار جنيه مصري تقريبا كان فيهم 90 مليار لدعم السلع التموينية وكان فيهم 28 مليار لدعم المواد البترولية طبعا أسعار المواد البترولية ارتفعت وأسعار السلع التموينية الزيوت والأمح وديه سعره زاد بشكل كبير فبالتالي أنت محتاج تزود بند الدعم عشان تجاري ارتفاع الأسعار بالإضافة طبعا يعني على سبيل المثال فيه دعم آخر على نقطة دي تحديدة على نقطة دي تحديدة لأن في مشروع الموازنة الحالي بالفعل زاد بند الدعم ووصل لـ 28 و2 من 10 بالظبط مقارنة أنه بالعام الماضي كان 17 واحد من 10 يعني نقدر نقول أنه هو تقريبا زاد 10% أو 11% البعض شايف أن الرقم ده برضو يعني رغم أن حضرتك بتقول أنه هو ده نتيجة لزيارة الأسعار اللي حصلت على مواد البترولية الأسعار اللي حصلت على السرع وإلى أقله من الأسعار اللي زادت على المواطن المصري فالبعض شايف أن نسبة الزيادة دي تعتبر قليلة في ظل الظروف اللي بيواجهها المواطن المصري اللي زي بقدرتك قولت يكون ما عايزة ترضيه بموتروع الموازنة ده يعني هو مش البعض الكل يرى أن هذا الكل أصبح يتنبأ هذا يعني يتبنى هذا المبدأ آه آه يعني طبعا أكيد يعني ما نقدرش نقول أنه يتناسب ويعاوض المواطن المصري يعني أنا لو قلت كده يعني بجامل الحكومة ولكن طبعا إحنا بنقول عليه أن الدعم يعني يمكن مش الهدف منه أنك تعوض المواطن بشكل كامل ولكن تعوضه بجزء كبير بقدر المستطاع يعني تقدر توفر له حد أدنى مفروض توفر له حد أدنى من الحياة الكريمة بقدر المستطاع الدعم يعني طبعا إحنا كنا بنقول أنه دعم المواد البترولية مواد السرعة التنمونية مهمة جدا 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 طبعا السرعة التنمونية لأنه فيه جزء كبير طبعا من المصريين خاصة بقى أنه فيه جديد سوف يحدث في هذا العام أنه نسبة الفقر بتزيد لأنه كنا ما هو معروف مع تخفيض قيمة الجنيه طبعا بيترتب عليه انخفاض القوة الشرائية للمواطنين انخفاض قيمة مدخراتهم فبالتالي هتبص تلاقي أنه معدل الفقر بيزيد وبالتالي هتلاقي أنه فيه مئات الألاف من الأسر محتاجة تخش تحت مظلة الحماية الاجتماعية وده طبعا بينعكس فيه الموازنة العامة بالإضافة أننا زي ما تكلمت على دعم التموين ودعم الكهرباء وطبعا الكهرباء في الموازنات بقالها آخر موازنتين دعم سفر لأننا تقريبا أسعار الكهرباء اتحررت بشكل كامل لكن يبقى فيه بنود دعم أخرى بنقول عليها دعم المؤسسات المالية زي دعم القروض زي دعم الإسكان محدود الدخل كان خمسة مليار أنا هرجع تاني لمواطن المصري الحقيقة برضو الموازنة بتقول أن الإرادات الضريبية زادت في الموازنة الجديدة بنسبة 28% مين اللي بيدفع الضريب الجديدة دي؟ ومين قاعدة ضريبية الأساسية اللي بتحصل منها الدولة على ضريبها اللي بتخش الموازنة؟ طبعا هو فيه جزء كبير منهم الضرائب على الدخل اللي بتكون من الموظفين الحكومين أيضا طبعا الأنشطة الاقتصادية والشركات والشركات وقطاع الأعمال والقطاع الخاص طبعا ده كله المفروض يكون فيه يعني هو أيضا اللي بيدفع الضرائب برضو يعني على الجانب الآخر وفقا لتصريحه زي المالية هو قال يعني يمكن هو حددها قال لك أن يعني ما قالش أن فيه ضرائب زادت ولكن هو قال أن فيه اتساعة القائدة الضربية وده طبعا مبدأ إحنا كنا دائما بنطالب به من زمان عايزين ممولين جدد عايزين نتحول إلى أكثر يعني ندخل أكثر طبعا يعني أنا خالي لك عشان أكون أميلا معاك برضو دكتور كريم عشان بعد قللك بقى تخوفات المواطن المصري اللي احنا دول الوقت بنفكر فيه البعض عنده تخوفات أن مع الزيادة الجديدة اللي هيتحصل عليها زي ما أعلم معيت أيضا هذا الشهر اللي عاملين في الدولة الزيادة اللي رفع الحد الأدل للأجرون لتلاتة ونصف أنه هيكون هم أيضا هم اللي هيكونوا السبب وراء الزيادة في الحصيلة الضريبية اللي هتعملها الدولة ففي النهاية الدولة بتدي باليمين زيادة في الأجر وبتاخدوا بالشمال بالضرائب أخر إيه رأيك؟ يعني طبعا طبعا هو يعني كان فيه أيضا قرار صدر منذ أسابيع أنه يعني أنه نقدر نقول أنه القرار ده ترتب عليه أنه وسع نقدر نعليه رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل آه بالفعل يبقى إذن فيه فئة من المواطنين اللي بيحصلوا على حد الأدنى إلى الأجور ترفع على حد الأدنى من الدخل من 24 إلى 36 ألف سنويا وبالتالي ده طبعا يعني بترتب عليه أن تلك الفئة طبعا مش هتدفع ضرائب على الدخل واتكون الفئة اللي أعلى منها اللي هي أكتر تخش في 48 ألف أو أكثر تدفع هتبتدي بشرايح 10% كمان استحدثوا شريحة جديدة شريحة جديدة اللي بيحصل على الدخل أكثر من 800 ألف تقريبا على ما أتذكر يعني يعني نقدر نقول أنه فيه بعض الكرارات برضو بتكون مرتبطة ببعض نعم كرت الكرارات بتكون مرتبطة ببعض ولكني أنا يعني على الجانب الشخصي أشك أن الإرادات الضربية في ظل الظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها مصر تزيد بالمقدار اللي بيقول وزير المالية نعم بشكرة كنت معنا من القاهرة دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي شرفتنا ترجمة نانسي قنقر